اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة عرب فيها عن تقدير مملكة البحرين للعلاقات القوية والطويلة لأمد مع الجمهورية الفرنسية مؤكدا عمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات لافتا لزيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية عام 2022 والاجتماع المثمر بين جلالته وفخامة الرئيس الفرنسي وأكد سعادة وزير الخارجية أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعمل على تعزيز هذه الشراكة على المستوى العملي وتوسيع مجالات التعاون وإيجاد فرص جديدة للتعاون الثنائي بشكل فعال من أجل المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة وأثنى سعادة وزير الخارجية على العلاقات الودية بين الشعبين البحريني والفرنسي مشيرا إلى تطلعاتهم المشتركة ومعربا عن ثقته في أن الشراكة بين البلدين سوف تتعزز في السنوات المقبلة متمنيا المزيد من السلام والتقدم والازدهار لفرنسا وشعبها الصديق من جانبه ألقى سعادة السيد إيريك جيروتيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن سعادته بالاحتفال بذكر اليوم الوطني الفرنسي على أرض مملكة البحرين مثمنا الترحب والمساند الكبير التي لقيها من كافة الجهات في المملكة منذ وصوله لمباشرة مهام عمله سفيرا لبلاده في المنامة مؤكدا أن العلاقة الثنائية والتاريخية والشراكة الوثيقة بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا على مدى الخمسين عاما الماضية في سائر المجالات وهي مبنية على الثقة والاحترام المتبادل في ظل حرص واهتمام قيادتي البلدين اشتركوا في القناة